المشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج هاشتاك كثر الحديث عن الخلل بالتركيبة السكانية كنسبة وتناسب بين المواطنين والمقيمين وتعددت الحلول المطروحة لهذه القضية سواء بسياسة الإحلال الوظيفي وصدور قانون 74 لسنة 2020 المعني بتنظيم العمال الوافدة وحتى بالموافقة على اقتراح إنشاء هيئة الهجرة واستقدام العمال لتقليص عدد الوافدين هذا بجانب الدور الذي تقوم به أساسا الهيئة العامة للقوى العاملة ولكن ما مدى فعالية هذه الحلول وما الذي طبق منها إلى الآن وما هي تداعيات عدم حل ملف هذه الأزمة داخليا ودوليا على الكويت كل هذا وأكثر في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هاشتاغ وهاشتاغنا بعنوان التركيبة السكانية بعد هذا التقرير نعود مشاهدين الكرام من بعد هذا التقرير وأذكر بهاشتاغ حلقتنا لهذا الأسبوع التركيبة السكانية ولكن بداية أرحب بضيوف الأكارن في الاستوديو والبداية مع الأستاذ عامر ذياب التميمي المستشار والخبير الاقتصادي أهلا وسهلا بك معنا وكذلك أرحب بالسيد خالد عبدالله الديحاني مدير إدارة شؤون المجلس الأعلى واللجان بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أهلا وسهلا بك معنا وضيوف الأكارن كما هو هاشتاغ الحلقة التركيبة السكانية هذا موضوع لحد ما أصبح جدلي متداول وأصبح أيضا من المواضيع المتداولة بشكل شعبي بشكل كبير هاشتاغات تويتر وانستجرام وما إلى ذلك لكن حابين نبدأ ونعرف هذا المصطلح والنسب الموجودة في الكويت ونأخذ وجهة نظركم بهذه الأسئلة العامة كبداية ومن ثم نشرع للدخول بالتفاصيل والبداية معاك أستاذ عامر كثرة الحديث عن التركيبة السكانية مثل ما ذكرت في المقدمة في الكويت وأنها مقسمة بين المواطنين والمقيمين إلى 70-30% تقريبا ما مؤشرات هذه النسب أولا وما تأثيرها العملي على البلد هو طبعا الحديث عن التركيبة السكانية على المستوى الشعبي وعدد من أصحاب الرأي اللي يطرحون أفكار حول التركيبة السكانية مع الأسف تفتقر للدقة وفهم موضوع التركيبة السكانية التركيبة السكانية هي نتاج وليست سبب يعني هي نتاج لسياسات اقتصادية ومالية وسياسات اجتماعية يعني تكرست على مدى أكثر من سبعة حقود يعني من بداية عصر النفط الكويت يعني سنة 1950 يمكن عدد سكانها ما كان يتجاوز مئة ألف نعم معظمهم الكويتيين طبعا في أول تعداد سكان سنة 1957 أجري من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك في 1957 كان عدد سكان الكويت ميتين وستة ألاف ميتين وستة ألاف مقط من بينهم 115 ألف كويتي مثلون 55% من السكان نعم هذا طبعا تطور يعني على مدى السنوات اللاحقة يعني نتيجة أن الكويت انفتحت مثل ما تعرفين صار في عندنا إرادات نفطية وحتاجت إلى عمالة كان في مشاريع مشاريع بنية تحتية مشاريع تعليمية مشاريع صحية احتجنا إلى مدرسين مهندسين أطباء وغيرهم من العمالة المهنية والفنية فانفتحت لكويت فهذا طبعا الوضع صار في نمو سكان متسارع يعني في خلال هذه الفترة وحتى نمو الكويتين ارتفع يعني نتيجة لتحسن الأوضاع المعيشية نعرف لكن ما تأثير هذه النسب على البلد؟ طبعا يعني المشكلة الأساسية أنه يعني في بداية عصر النوت ما كان عندنا يعني كوتيين عندهم شهادات جامعية أو حتى ثانوية وقفة نعم ولذلك اضطرنا أن نعتمد على الآخرين على الوافدين من عرب وونود وغيرهم نعم نعم لكن في منطقة الخليج والكويت نسبة الوافدين عالية جدا نتيجة لطبيعة الاقتصاد الريعي اللي تكرس على مد السنوات الماضية يعني على مد السبعين سنة الماضية لا بد يعني على أساس أن نعالج هذه المشكلة يمكن بعد حين لما أطرح الأسئلة أخرى يمكن أقول لك كيف ممكن نعالج التركيب السنوات أو ما هي الحلول نعم لعلاج هذه الأزمة طيب أنتقل كذلك إلى السيد خالد وذات السؤال أطرح عليك رح أخذ وجهة نظرك فيه اللي طرحت على الأستاذ عامر وأضيف هل هناك بلدان مشابهة في التركيبة السكانية للكويت لا سيما في دول الخليج وفي دول الجوار في مجلس التعاون وهل التأثير مشابه للوضع المحلي تأثير هذه المشكلة إن أطلقنا عليها مشكلة بالنسبة حق الدول المشابهة في دول أكثر من دولة الكويت في مجلس دول التعاون الخليجي مثلا عندنا دولة الإمارات ثمانية إلى واحد تقريبا ثمانية أجانب إلى واحد إماراتي مقابل كل ثمانية مواطنة بالضبط متعايشين والعمل على القراطب يمشي والمشاكل قليلة وكذلك قطر فيها عدد الوافدين أكثر من عدد المواطنين إذن ما المشكلة في الكويت إذا لم تكن هذه مشكلة في دول الجوار لماذا هي مشكلة في الكويت هل موضوع يتعلق بتنظيم قانوني؟ هل موضوع يتعلق بحسن إدارة؟ بالنسبة للقوانين القوانين الكويت تتطور من سنة إلى سنة حسب الحاجة وحسب الظروف التي تصبح فيها ولكن في الجهة المقابلة ناس تعرف كيف تتخطى هذا القانون يعني بالنسبة للتركيبة السكانية بالنسبة للعمال الوافدة بالنسبة للنظام الكفيل ونظام الإقامات فالدولة تحاول تشدد حتى لا يكون هناك في تجاوزات أو يطرق عليهم تجار الإقامات فتشدد بالقوانين التي ينظرون منها التي يشتغل صح بطريقة رسمية وقال يعني اليوم أي واحد عنده منشاء تجارية يطلب عامل من بره يعطونه عامل واحد بالمقابلة يقولها اروح دور بالسوق المحلي فالواحد يكون حاسب حسابه على مشروع تجاري آخر شيء يعطونا واحد فما اضطر أنه يخاخذ من السوق المحلي بيتكلفه أعلى فأنا أعتقد أن القوانين القصور ليس قصور قانوني وهو المواطن نفسه وهو المشكلة يعني من أي ناحية لأن هذا الكلام سيكون لديك فعل كبير أخذ راحتي بالكلام أضايقكم يعني الأزمة أختي الفاضلة أزمة أزمة شخصية المواطن هو الأول والأخير هو المسؤول عنها يعني المشكلة تركيبة سكانية لا هي المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية التي هي اختلالات في سوق العمل أصبح المواطن يطالب بحقه في سوق العمل بسبب الأزديات في عدد الخليجين وما إلى ذلك ولا يجد له مكان لكن عندما يطالب بحقه هل هذه هي المشكلة؟ كيف يطالب بحقه؟ يعني نحن نتكلم عن مستوى الحكومة المستوى الحكومي أو العمل في القطاع الحكومي 80% تقريبا تكويت المتبقي 20% فقط وال20% لا يمكن تكويتهم بيوم وليلة ليش؟ ديكاترا قطاع التمريض اللي هو فيه احتياج ضروري معاك أحد يساعدك هذه الثلاثة القطاع الصحي والقطاع التعليمي هم ماخذ الحصة الأكبر من العمالة الوافدة اللي قاعد تعمل في الحكومة لا يمكن أن نعريب واحد من الشارع يقوله تعالي اشتغل ممرض ولا يمكن أن أعقد واحد تخصص اقتصاد وحط دكتور والبعض يقولك أيضا الفرص في القطاع الخاص رغم موجود قانون بالضاء بالنسب معينة لأن القطاع الخاص لا يلتزم فيها في القطاع الخاص بعد تم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى الدولة فاكتشفوا أن هناك 160 ألف وظيفة ممكن أن يعمل فيها الكويتي ما تقدم الكويتي منها المحاسب المحامي طباع السكرتير كذا العمال التسويقية يعني عمال يقدر يعمل فيها الكويتي بدون أي مشكلة البعض يقولك بعد ما أقدم وأكون موجود بعد فترة سياسة تطفيش وكان هو بيلتزم بنسبة معينة يوظفني الفترة معينة وبعدها يبدأ مشروع الضغط وسبق وإن كان فيه كويتيين يشتغلوا بالقطاع الخاص ومثل ما أنت شفت أستاذ خالد اخسروا وظايفهم عندما حصلت أزمة اقتصادية من نوع معين وأول من يتم الاستغناء عنه لأن البعض يقول تكلفة عالية علينا كمواطن إذن المسألة مو فقط في عدم تقدم الكويتي الدولة تكفلت من الكويتيين الذين يشتغلون في القطاع الخاص أثناء أزمة عندما تقول المواطن جزء من المشكلة قبل أن أطلع علي هذا الفاصل البعض يقول لك أنا كمواطن عادي وطالب بحقي أم لا تقصد المواطن التاجر المسؤول عن العمالة السائبة وتجار الإقامات وما إلى ذلك الأثنين أيضا الأثنين أنا مخالف إذا كان لي وقت أني أقدر أشرح أو أتعبين تخليها بعد الفاصل نرجع نأخذ شرح وكذلك تعقيب الأستاذ عامر على هذه النقطة فاصل نعود من بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام وهجتاك حلقتنا التركيبة السكانية وإلى حيث توقفنا وآخذ تعقيب الأستاذ عامر على ما جاء الإيسان السيد خالد فيما يخص موضوع أن المواطن سواء كان تاجر أو المواطن العادي هو أحد أسباب هذه المشكلة المتعلقة بالخلل بالتركيبة السكانية تؤيد تعارض وما هي وجهة نظرك لا أنا أتفق معاه إلى أحد كبير أنا أعتقد يعني هي طبعا المشكلة الأساسية مثل ما ذكرت في البداية أن التركيبة السكانية هي نتيجة نتيجة لسياسات وتدابير اقتصادية واجتماعية والمواطن يتحمل نتيجة المواطن هو جزء من المشكلة حاليا ولكن أيضا سلوكيات المواطن أيضا هي نتيجة نتيجة للظروف لطبيعة الاقتصاد الكويتي اقتصاد ريعي يعتمد على دور الدولة الدولة هي الأكبر صاحب عمل في البلد يعني مثل ما ذكر أستاذ خالد عندنا تقريبا العمالة الوطنية 80% من العمالة الوطنية ويمكن أكثر يعملون في القطاع العام في الحكومة نعم يعني في القطاع الخاص يمكن عدد الكويتيين يمكن ما يتجاوز 65 ألف كويتي في القطاع الخاص نعم من أصل مليون و250 ألف عامل في القطاع الخاص معظمهم طبعا من الوافدين يعني يشكلون نسبة عالية يعني لما تأخذين سوق العمل الإجمالي كله يعني قطاع عام وقطاع خاص عدد العاملين فيه يمكن ما يتجاوز مليون و750 ألف تقريبا 80% منهم وافدون وال20% من الكويتيين الكويتيين هذين العشرين في المية غالبيتهم يعملون في القطاع العام في الحكومة والذي يعملون في القطاع الخاص من الكويتيين يعني يتقاضون أيضا نعم عمالة يعني من الدولة فالمشكلة الأساسية أنا أعتقد إحنا إذا بغينا نحسن الأوضاع السكانية في الكويتي ويعادل التركيبة السكانية لازم نتخذ إجراءات وتدابير معينة منها مثلا نلغي نظام الكفيل هذا يعني الآن حتى في دول الخليج يبدأوا يعني يلغون نظام الكفيل إحنا عندنا هيئة القوة العاملة هذه ممكن تكفي أي وافد يعني تصبح مؤسسة في الدولة هي مسؤولة عن كفالة العمالة وبعدين ما تكفي أي وعامل إلا إذا كان عندها عمل وعندها عقد عمل مع رضع عمل مؤين بحيث هنا نقضي على عملية تجارة البشر والعمالة السائبة هذه لأن الكثير من العاملين هنا في الكويت يعني تلاقي أنهم يعملون لحسابهم الخاص بس مكفولين من الكويتيين نعم فأنت لما ترتبين هذه العملية عن طريق هيئة القوة العاملة بحيث أنه ما يقعد هنا في الكويت إلا من لديه عمل واضح محدد وفي حاجة لعمله في الكويت نعم فهذا وحده ثاني شيء طبعا أنه لازم نعيد النظر في طبيعة المهن هذه في مهن عديدة مثل ما ذكر حوال 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص هذه لازم تشقل من الكويتين إذا كان هناك مقابل لها من الكويتين فلماذا فهني نحتاج نحفز تحفيز وتوجيه نعم نحفزهم يعني من خلال الرواتب والأجور وتحسين شروط العمل وغيرها وبعدين طبعا في حلول طويلة الأجل تطلب إعادة النظر في برامج التنمية البشرية يعني والتعليم وهذا وبحيث أن التعليم يعتمد على احتياجات سوق العمل الحقيقية هذه نقطة إن شاء الله سنرجع لها خلال الحلقة ونتكلم عنها بالتفصيل مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل لكن أرجع مع كذلك سيد خالد للنقطة التي اطرحها عساس نسكر هذا الباب وننتقل إلى محور آخر سيد عامر كان لا تعقيب بأن اتفق معاك في نقطة إن عمل مواطن قد يتحمل ولكن هذه سياسة عقود من الزمن ووضع اقتصادي معين وأيضا الحال الذي وصل للمواطن هو نتيجة يعني ليس فقط هو سبب فعلي البعض يقول لك لم يكون السبب هي طريقة الإدارة وطريقة عمل الحكومة لأن المواطن أيضا نعود في حزمة وأنا إذا كنت مسؤول أن أعبر عن راي في السوشيال ميديا أو أقول كلمة مني ومناك ولكن أنا موش صاحب قرار عشان أتحمل مسؤولية خلل التركيبة السكامية تمام شوف يا أختي خلينا نتفق على شيء واحد أن هناك خلل في التركيبة السكامية هذا ما تفقين تمام ليش في عندنا عمالة هامشية وعندنا بعض المهل اللي ما تحتاج أن يكون فيها الوافد موجود فيها الوافد ولكن صدقيني لو كويت يقرر أن يدخل فيها رح يدخل رح يدخل بيوم وليلة بس إحنا اللي نتكلم فيه ليش المواطن مسؤول إحنا إذا بنتكلم عن التركيبة السكانية بحد ذاتها فأنت محتاجة إلى هذا الكم من العمالة الوافدة إذا نحن أنت تقول إحنا بحاجته إيه مش بالنوعية الموجودة الآن نعم إذا نحن نتكلم سبعين ثلاثين نعالجها أنا أقول صعب معالجتها الدولة قاعدة تمشي في نهج تنموي في مشاريع قاعدة تنبني في مشاريع اسكانية قاعدة تنبني هذه رح نرجع لأننا نحن 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 أفهم مواطن مسؤول عن هذا الخلل لأنه يقول لك مواطن أنا مو صاحب قرار الوافد هذا ما نطسور الكويت اخترق الحدود وياب عقد صحيح بناء على طلب من كفيح صحيح بناء على كفالة مزرعة وياب المزرعة وقال أروح أنت عيش بخياتك أنت أنا تتكلم عن الكفالة والمشكلة هي كمشكلة كبارة وهذا لأنه في سوشيل ميديا الإعلام الإلكتروني هذا أثر بشكل كبير على نفسيات المواطنين ونفسية الوافد نفسه يعني الوافد بس يطلع يقول الشمس حارة تلقيني الكومنتات تحت أرجع بلدك أنا أقصد النفس العنصري الذي صاير بشي مو يعني ما أدري شونا أنت تقصد سياسة الكراهية للبعض يقول أنها تقريبا نوعا ما بلشت أنها تنتشر وفي ناس تعمل عليها سألتني تقول أن دول الخليج فيها أمثلة مشابهة أكثر مثل ما وضحت في البداية أن عندهم الوافد أكبر من المواطن أكثر عددا من الواطن ولكن اقتصاد الدولة يسير على وفق أن يكون عندهم الوافد موجود بشكل كبير لكن وفق خطط مدروسة سأأخذ منها ضريبة سيعالج في المستشفيات الخاصة سيدرس في المدارس الخاصة وهذا الذي سنينك فيه لكن دعني أسكر هذا الباب وأقول أنت لما المواطن مسؤول بصفته كفيل يعني الشخص لا يكون كفيل ويتجاوز القانون البعض يقول لك أنا كفيل واحد في غير تاجر إقامات وغيرها أنت ما تقول أنت كلنا مسؤولين سواء أن كانت أجهزة حكومية سواء أن كانت تجار إقامات سواء أن كان مواطن مخالف فتتخصد نصلح كلنا نصلح مع بعض المسؤولية مشتركة أنا لا أدري ما هو موضوع الذي تقدمي ه لكن أنا أقول الفك الأسئلة التالية أنا أقول أنا رب أسرة أأسس أبنائي لحاجة الدولة في السنوات القادمة يعني أنا مثل ما قلت فيه 160 ألف وظيفة جاهزة جاهزة يتعين فيها الكويت اليوم وذكر سيد عامر لازم يكون فيه توجيه وتحفيز وما إلى وفيه 8000 مقدمين على ديوان الخدمة المدنية يجبون وظائف حكومية 8000 مقابل 160 ألف وظيفة لأن البعض يبحث عن الضمان الوظيفة يقولون لأجنبي لا أخذ وظيفتي شلون البعض يقولك يبحث عن الضمان الوظيفة في القطاع الحكومي على اعتبار القطاع الخاص غير مضمون تعرف أن هذه الفكرة سائدة في المجتمع طيب أنا أيضا سأستوقفكم ضيوفي عند نقطة معينة ذكرها أستاذ خالد لكن أريد أرجع كذلك لأستاذ خالد أستاذ خالد قال عدد السكان أو عدد المقيمين في دول الخليج ضعف عدد المقيمين أيضا في دولتنا بعض دول الخليج ولكن الدول الشقيقة تعاملت مع هذه النسب بطريقة إيجابية واستفادت من وجود هذه العمالة في دولها ولم تعد تشكل مشكلة البعض يقول لك هنا في الكويت لأن في الدول الشقيقة تم فرض رسوم على التحميلات المالية للمقيمين لأن في الدول الشقيقة أيضا أشار البعض إلى أن في مسؤوليات تقع على عاتق المقيم كما تقع على عاتق المواطن بينما في الكويت البعض يقول لك هل دستوري من الأساس أن يدفع المقيم رسوم لا طبعا هذه الرسوم يعني المفروض تدفع من الجميع من جميع السكان يعني من ناحية الدستورية ما يصير التفريق بين وافد ومواطن إلا في بعض القضايا المعينة لا في حقوق سياسية ولذلك أنا أعتقد حتى هذه الرسوم يعني ما مدت يعني تأثيرها على الأوضاع المالية للدولة يعني إذا فرضناها يعني هو طبعا يعني تقديرات التحويلات الوافدين في حدود 12 مليار دولار سنويا يعني يعني لو فرضنا على كم نفرض 5% يعني مبلغ متواضع جدا يعني اللي راح إلا أنت لست مع سياسة الرسوم أو الضريبة فأنا أعتقد يعني هذه مو قصة يعني ذات أهمية يعني بالنسبة الكويت ورح تغير شيء يعني واقع التركيبة السكانية يتفق معاك أستاذ خالد بهالنقطة أن الرسوم أو النظام الضريبي لو فرض ما راح يغير شيء ما راح تغير هو اقتصادي وهو فاهم هو يعني أهل مكة أدرا في شعب أنا ما أبي أعلق من هالجانب هذا واضح ذلك تعليق جانب ثاني راح أخذ تفضل أستاذ وبعدين لازم تأخذين بنظر الاعتبار النمو السكاني بين الكويتين يدفع إلى نمو الوافدين لأن طبيعة الاقتصاد هنا الاتكال على الوافدين يعني مثلا العغالة المنزلية الخدمات العامة في البلد كل ما زاد عدد سكان الكويتين كل ما زاد الحاجة إلى الوافدين ما لم نغير من منهجية التفكير وثقافة العمل بين المواطنين وطبيعة الحياة يعني نعم نمط الحياة كيف ممكن كيف ممكن نطور طبيعة الحياة بين الكويتين اللي تؤدي إلى تخفيف الحاجة إلى الوافدين مثلا طبيعة السكن ومساحات السكن اللي يقيم فيها عدد الأبناء عرفت شون في الكثير من الأفكار اللي ممكن تؤدي إلى ترشيد الحياة وبالتالي ترشيد الحاجة إلى الوافدين عندك تعقيد سيد خارج عندي تعقيد في شيء ما تطرق للاستاذ أحمر تقريبا 25% من ميزانية دولة الكويت تروح حق الدعوم والدعوم هذه شنو بنزين كاربة ماء موض غذائية تكلفة هذه من الوافدين أكيد مستفيد منها الوافد الحياة الحياة في دول الخليج المشابهة لدولة الكويت رواتب ترى أفضل من الكويت يروح يشتغل في الإمارات أو في قطر سيستلم راتب أكثر نستلم راتب من الكويت لكن هناك المعيشة أغلى نعم هناك المعيشة أغلى هناك المعيشة أرخص كثرة الدعوم التي يستفيد منها الوافد تأثر على الميزانية العامة للدولة عشان الوافد دائما الوافد الذي شهادته متوسط فما دون يعشقه الكويت لماذا؟ لأن الحياة فيها أرخص من الدول الخليج أما إذا كان عنده تخصص وعنده كذا يقدر يأخذ راتب عالي فيقدر يعيش عيات أفضل إذا كان في الدول الثانية نعم فهذه الجزئية أثرها الاقتصادي فقط على الله رح نرجع اليوم طالما نتكلمنا عن المستوى المعيشة أيضا لإخواننا المقيمين رح نتكلم عن الوسائل المقدمة لهم ما مدى جودتها وطبيعة معيشتهم هل هي صحية إنسانية ومن المتسبب فيما يحدث في بعض المناطق سواء كانت المفروضة تكون مدن عمالية أو حتى مناطق سكنية بعد هذا الفاصل المشاهدين نعود من بعد هذا الفاصل المشاهدين الكرام وهاشتاق حلقتنا التركيبة السكانية ومن جديد أرحب بضيوف الأكان في الستوديو وانتقل للنقطة التي تطرقت لها ما قبل الفاصل ومعاك أيضا سيد عمر من المسؤول عن نوعية السكن والمواصلات الشخصية والمناطق والأسواق التي يستخدمها بعض المقيمين أو العمال الوافدة هل الدولة ممثلة بالبلدية وغيرها من جهات حكومية أم الكفيل أم الوافد نفسه خصوصا من يعمل بشكل حر ويعيش وفق مدخولة وإمكانياتها المادية يعني طبعا الدولة هي المسؤولة الأساسي في طبيعة تنظيم المناطق والسكنية وخصوص مناطق السكن الاستثماري ونوعية السكن اللي فيها وهذه يعني الكثير من يعني العاملين في القطاع الأقاري المستثمرين في القطاع الأقاري طبعا وفروا سكن بما يتناسب مع إمكانيات الوافدين يعني وتلاقيين في بعض المناطق في في شقق مساحاتها واسعة هذه طبعا معمولة لمن يستطيع يدفع إيجارات عالية نعم وفي مناطق يعني فيها شقق مساحاتها يمكن ما تجاوز ستين متر مربع أو سبعين متر مربع وإيجاراتها في حدود ميتين يعني هذه أيضا للوافدين اللي يعني رواتبه متدنية في نفس الوقت يعني عدد أفراد الأسرة عندهم يعني يمكن ما يتجاوز أربعة أو خمسة في نفس الوقت هناك مناطق يعني مناطق اللي فيها مساكن قديمة استخدمت للعمالة خصوصا العمالة الهامشية اللي تشتغل في باليومية يعني عندها كثير أو كما عندها والعمالة اللي هي الذكورية يعني اللي ما عندهم يعني أسر اللي يسمونهم مناطق العزابية أو غيرها نعم مناطق العزاب لكن يعني طبعا اللي المفروض تكون في دولة مثل كويت اسمها المدن العمالية مو هي المناطق أو السكن اللي أهم العزابية يعني المناطق المدن العمالية ممكن تكون بديل بس هي ممكن أيضا يصير في تنظيم من البلدية بحيث السكن يناسب احتياجات الوافدين والمستجرين بشكل يعني ممكن حتى هذه المدن العمالية بدون ما الدولة تحمل تكاليفها تحول للقطاع الخاص تطرحها مع طريق مزايدات نعم بحيث يعني القطاع الخاص ممكن يتولع عملية بناء المدن السكنية هذه للعمال فهذه يعني أنا أعتقد المسؤولية الأساسية تقع على الدولة على الدولة سنتقل في ذات السياق أيضا مع السيد خالد هل تستطيع الدولة فرض حد أدنى من مستوى السكن أو عدد معين للمقيمين في الوحدة السكنية الواحدة بما يتناسب مع حقوق الإنسان خصوصا إذا كانت هذه اختيارات الوافد شخصيا من باب التوفير لأن البعض يقول لك وجود أكثر من شخص في ذات القرفة هو غير قانوني أساسا وغير إنساني بس بعض يقول لك هذا قد تكون خيارات بعض المقيمين لأن أوفر له أزمة كورونا فهل تستطيع الدولة أقصد فرض حدا أزمة كورونا نحن ندري إن كانوا الوافدين أربعة خمسة ستة قاعدين في غرفة واحدة سامعين فيها بعض يقول لك وكثر وشقة فيها غرفتين وصالة ساكنين فيها عشرة وعشرين نعم بس أزمة كورونا اكتشفنا أن السرير الواحد يؤجر مرتين باليوم ناس تنام الصبح وناس تنام بالليل نعم أي حالة إنسانية هذه نقدر نتناقش فيها هذا الدور لازم تقوم فيه الدولة لازم يصير فيه كشف دوري يعني العمالة أنا أتذكر كان فيه قرار لما قالوا الجليب امتلأت ولازم ننقلهم إلى منطقة ثانية وراحوا المنقف يفترض من اللحظة الأولى يكون فيه مراكز للرقابة نعم أنا ما بيأتدخل بشغلهم هما شو اللي قاعد يسونا بس أنا أقصد أن أزمة كورونا طلعت معنا حالات شي ما كنا نتصور هذا الشي كشتور وهمي بطرح عليك السؤال طالما عن رشد على موضوع أزمة كورونا سلبيات العمالة الوافدة الغير منظمة كثيرة لكن لأنها قليلة التكلفة والأجر فأي إجراء لإبعاد الغير منتظنين دائما ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأجور وهذا ما حدث في أزمة كورونا فما تعليقكم طالما نحن تطرق من الموضوع فضل لا الحين أنا لما سألتني أول شيء سبعين ثلاثين قلت لك مستحيل وصعب أن تحقيق أن أنا أقلب الرقم من سبعين إلى ثلاثين كويتي إلى مقيم صعب يصير لأن أنت عندك مشاريع كبيرة وتحتاج الدولة قرأت التحليل السكاني في الكويت من ناحية الوافدين فقال أو لازم نعالج هذه المسألة فأخذ وجانب واحد اللي هو من عدة عمره خمسة وستين سنة خلاص شكرا جزاك الله خير وسافر فئة واحدة ما تبثل واحد سفن يمكن من عدد العاملين في الكويت بس هذه الفئة هذه الفئة بس سويت أزمة بالكويت خياطية اللي برمضان قطاف فئة واحدة بس الخياط اللي كنت تخيطين عندها بسبوع اللي كنا نخيط عندها بسبوع صار يقول بعد ستة سابيع سابيع فأنا الفكرة الأساسية من الموضوع أن أن تعالج العمالة الهامشية الغير مؤهلة أنها تكون موجودة هنا تستبدل بعمالة فاهمة النوعية الكويت في عندها رؤية من سنة 2009 رؤية الكويت تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي وفيها تفاصيل وتفاصيل هذه الرؤية أنها يرازم يكون عندنا قطاع تكنولوجي العالم كلها قاعد يتغير مجلس الأمة صدر قانون سنة عشرين للتركيب وعالجة التركيبة السكانية يجز العمالة الوافدة اللي هو قانون 74 لسنة 2020 لشأن تنظيم العمالة الوافدة على شنور نعم قالوا أنه يعملونهم مثل الكويت خلاص الجالية المصرية هالكثر نسبتهم من العمالة الجالية الهندية هالكثر كان السؤال يقول القطاع الصحي هيئة التمريضية الممرضات كلهم يوم من الهند قالوا لا يستثنون زي المعلمين الغالبية قاعدين نيفهم من مصر معلمين يستثنون زي أنا حطيت كويت على الجالية الهندية قلت يبقى هذه الجالية الهندية ما يتجاوزون مئة ألف أو خمسين ألف تمام والعالم قاعد يتطور قاعد يتجه إلى القطاع التكنولوجي الكمبيوتر الانترنت والأمور هذه عالم ماشي زي أنا لو بل كويت بيبع عمالة وافدة متخصصة في الكمبيوتر من أم رحيبها غالبا الهند معروف من الأميز وانا عندي كوتا من أم رحيبها يعني يعني بعض القوانين أنت تشعر أنه في تناقب معين لذلك لا نستطيع التطبيق بالطريقة لا لا أنا أقصده أنا عندي رؤية عندي رؤية لكويت المفروض سنة 35 تكون شيء بغض النظر إذا كانت الرؤية صح غلط أنا قاعد أتكلم خلاص تصدر قانون في رؤية في الكويت هذه المفروض تعلق على سقف مجلس الأمة ليش ليش لأن القوانين المفروض اللي تطلع من مجلس الأمة تزعم هذه الرؤية واللي قاعد يسوينا وزارة الشؤون يخدم هذه الرؤية والقوى العاملة قاعد تسوي شيء يخدم هذه الرؤية ما يصير أنا أتكلم بجانب وأشرع لطريقنا والجهة الثانية تتكلم بجانب ثاني والمواطن قاعد يتكلم بجانب ثالث ليش يعني احنا عندنا كلنا متفقين على رؤية واحدة ليش كل واحد يفكر طريقة الخاصة سواء أفراد ولا جهات يمكن لأن ما في نفس ما احنا نقوله ما دي ذا يتفق معانا سيد عامر تواصل بين جميع الجهات يمكن لأن كل جهة تعمل مفردها يمكن ما في تضافر الجهود فمثلا الجهاز الحكومي يعمل بطريقة جهاز التشريعي يعمل بطريقة والمواطن بسبب حاجاته وظروف المعيشية وما يتطلع عليه يفكر بطريقة مغايرة يعني حتى الرؤية التي تحتحدث عنها ما تم الإعلان عنها في وسائل الإعلان بهذه الطريقة ما تم توجيه الجميع سواء أجهزة مشرعين مواطنين يعني احنا في الدول المجاورة دائما حفظنا رؤاهم في حملات إعلامية كبيرة في هدف معين في خطة معينة احنا نسمع 2035 خطة خمسية خطة عشرية بس ما قاعد نشوف هذا الزخم الله يمو من المسؤول ان الكل يكون على دراية المشكلة انا يمكن احنا في المجلس في الأمانة العام من المجلس على التخطيط احنا شوي المسؤولية تقع على عاتقنا يعني والجهاز الإعلامي في الدولة هو المسؤول عن تسويق هذه الرؤية نعم مسؤول في جهة مسؤول في جهة يتكلم ذلك في الوقت يقول احنا ما ندري عن الرؤية تصير طيب اخذوا انا الفكرة مو اقول انه غايب الرؤية لا لا انا مو هذه الفكرة انه غايب الرؤية ولكن غايب الالزام بتحقيق هذه الرؤية واضح الفكرة واضحة ان جميع الجهود تصب لصالح تحقيق هذه الرؤية ابي اخذ وجهة نظر ايضا سيد عامر بهذا الموضوع انا اعتقد يعني بالنسبة التعديل التركيبة السكانية يحتاج تفكير عقلاني مثل ما ذكر خالد موضوع هذا اللي يتجاوز والستين وشهادات هم اقل من الجامعية يعني هذا قرار ما كان مدروس عشوائي اولاء يعني كسبوا خبرة طويلة في عملهم في الكويت والكويت محتاجة لهم وهم في مهن اساسية يعني اللي اللي هو سمكري نجار خياط وصار عندهم قدرة للتعامل مع المستهلك الكويتي بشكل جيد يعني فهذا يحتاج الى تفكير عقلاني طالما ذكرت هالنقطة سيد عمران ما بقعت اكل لان السؤال في ذات السياق بعض المهن والحرف اللي حضرتك تكلمت فيها هل بالامكان تحويلها المواطنين لإحلالهم مكان المقيمين هل سعت الدولة بهذا الاتجاه هل هي أهلت قبل لا تتخذ هذا القرار وما الأدوات للمفروض قبل لا أصدر القرار من هذا النوع مثل ما قلت لج هذه تحتاج الى سياسة طويلة الأمد طويلة الأمد عشان تبين نتائجها على إنهم فهذا أول شيء تراجعين مناهج التعليم المؤسسات التعليم يعني يعني هنا اهملنا التعليم المهني الكويت يعني يعني كل واحد التعليم ذات الطبيعة الفنية كل واحد يتخرج من الثانوية يبي يلتحق بالجامعة اللي ما تقبل جامعة الكويت يلتحق بجامعة محلية خاصة أو إن إذا هو يعني من متميز يروح يدرس في الجامعات المرموقة في أمريكا أو في بريطانيا أو في دول أوروبية أو إنما يحصل قبول في أي من هذه الجامعات يلتحق بالجامعات الأخرى اللي موجودة في الدول العربية والآسيوية وغيرها فهنا لازم نحفز على التعليم المهني اللي يوفر لنا مثل ما يقولون المصريين صنايعية بهذه يشتغلون في المهن الأساسية اللي محتاجتها البلد يعني طيب وهنا من المسؤول لأن الآن نحن بنتكلم عن الجانب التعليمي ودوره في توفير عاملي لسوق العمل وتحديدا من المواطنين سوق العمل يعاني من عدم التوافق مع مخرجات التعليم يعني المخرجات في جهة وما يحتاج سوق العمل في جهة أخرى من المسؤول هل إيه وزارة التربية والتعليم المفروض يتحدد وتطرح التخصصات المحتاجة هل سوق العمل وهو يطلب هل ديوان الخدمة المدنية يفتح لباب معين من المسؤول سوق العمل حنا نعرف شنو المهن المطلوب يعني سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص عرفتش لون وبالتالي نكيف التعليم بما يتوافق مع هذه الاحتياجات يعني الحين قبل يومين صدر قرار عدم ابتعاث طلبة لدراسة الطب الأسنان في الدول العربية نعم يحتاجون طب بشري أكثر فأني هذه مسؤولية الجهات الخاصة في التعليم توجه الطلبة هذه للتعليم يعني المهن اللي محتاجتها البلد سوق العمل إحنا ليش نسألها السؤال سيد عامر لسبب إلا أن في ذات الوقت تسعى الحكومة لإحلال المواطن في العمل تحديدا في القطاع الخاص وعشان تحقق هذه المعادلة وتحط المواطن في هذا المكان لازم يكون بالتخصص اللي أنت أساسا ترغب فيه بينما الخريجين أيضا نفس ما نقول يتخرجوا من تخصصات ثانية ما يحتاجها سوق العمل بالتالي يرجع وأبسط شي يسوي أن يسجل على ديوان الخدمة المدنية نعم لأن القطاع الخاص مو بحاجة تخصصة وأساسا حتى للحكومة اللي بحاجة تخصص الجهاد الحكومة أورادي مكتفية وصلنا لمرحلة البطالة المقنعة يعني أنا حتى موجود في مكان وأساسا ما في مجال أصلا التوظيف في الحكومة غير قابل لاستمرار بالشكل هذا عندنا الآن تقريبا سنويا في أكثر من 20 ألف واحد يتقدمون لسوق العمل هذا لا يمكن يعني الاستمرار توظيفهم في الحكومة وفرض نوع من البطالة المقنعة بعد فترة يعني الحكومة راح توقف تضخم التضخم راح يصير يعني في إمكانيات مالية راح التناقص وبالتالي يعني المخصصات الباب الأول راح تنخفض وبالتالي هؤلاء راح يتعرضون للبطالة المقنعة السافرة عرفتي وعضب وبالتالي يعني يلابد أيضا إصلاح هيكل القطاع الخاص بحيث أنه يقدر يستوعب العمال لا بد من إصلاح هيكل القطاع الخاص عشان يستوعب العمالة ولا بد أيضا من إصلاح هيكل القطاع الحكومي المترهل بسبب زيادة عدد الملتحقين سواء نفس ما ذكرت بطالة سافر أو حتى بطالة مقنعة لنعود مع ضيوف الأكارم بعد هذا الفاصل نعود من بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام ومع ضيوف الأكارم من جديد بالاستوديو ومعاك سيد خالد سيد خالد القانون اللي سبق أنا وياك تناقشنا فيه أو أنت عرشت عليه شوية اللي هو قانون 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم العمال الوافدة طبعا تأخر صدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لكن في أي اتجاه باعتقادكم يجب أن تكون هذه اللائحة وما هي متطلباتها لأن أنت تكلمت أنا أتكلم عن شق الوظائف وهذا القانون يتكلم عن وظائف المقيمين وتنظيم العمل أنا لما تتكلمت تكلمت عن وظائف المستقبل يعني أنا اليوم سواء المواطنين أو المقيمين أنت تحصل لا لا قاعدت حتش عن القانون اللي هو بخصوص الوافدين نعم بس إذا نحن بنتكلم عن المواطنين أنت تكلمت سواء اللي قبلها كان الوزارة التربية نعم والجامعات والتعليم العالي شنو حضرت للمستقبل العالم كله قاعد يقول في وظائف المستقبل أخصائي ذكاء اصطناعي أخصائي في الأمن السبراني اللي هو الأمن التخصصات النووية وما إلى ذلك بالضبط نعم بالضبط نحن الحين شنو حضرنا لما كان لدينا نقص بالمهندسين في الكويت إذا تتذكرون قبل قبل شمسين يعني فصاروا أن نحط لهم كادر للمهندسين حتى الرغب الكويتي أن يدخل في هذا تحصو الحدثة اليوم في بطالة من المهندسين مهندسين ديوان الخدمة مقادر يوفرهم يوفرهم مظايف بالحكومة ليش لأن خلاص الناس تجهد لأن هذه كانت وظيفة المستقبل في ذاق الوقت نعم نحن اليوم قاعد نتكلم أن ليش لالحين في ناس قاعد تتخرج تاريخ ليش لالحين الناس قاعد تتخرج عدد كبير فلسفة ليش الناس قاعد تتخرج سكرتاريا ليش ليش ليما أعلن وأحط وأخلي الجامعة الكويت والجامعات الخاصة والمعاهد التطبيقية تعلن عن الرغبة تحب تخصصات التي تعلن عنها ديوان الخدمة وظائف المستقبل نعم التي يحتاجها ديوان الخدمة التي تحتاجها الكويت أو تحتاجها البلد سواء قطاع الخاص أو العهم بالضبط نحن نتحج أن اليوم نحن فيها على ما يفتحون هذه التخصصات وريد تخرج بعد أربع خمس سنوات إلا الوظيفة تكون جاهزة هذا جانب الجانب الثاني إذا برجع لقانون 74 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم العمال الوافدة إلى الآن اللائحة التنفيذية متأخرة إلى حد ما وهذا شيء عما أعتدنا لأنه يصدر قانون وكل وزارة تأخذ وقت على ما تضع اللائحة سأربط لك هذا السؤال أيضا بسؤال ثاني سأخذ إجابة مرة واحدة بجانب هذا القانون اللي هو 74 لسنة 2020 متعلق بتنظيم العمال الوافدة عندك أنت الهيئة العامة للقوى العاملة مسؤولة أيضا غير المواطنين أيضا عن العمال الوافدة عندك كذلك قانون الأحلال الوظيفية بوظف كويتين طبعا كل هذه القوانين مفروضة تساهم في حل موضوع خلال التركيبة السكانية مؤخرا تمت الموافقة على اقتراح إنشاء هيئة الهجرة بدل الإدارة طبعا إنشاء هيئة الهجرة واستقدام العمالة لتقليص عدد الوافدين بموافقة الداخلية والدفاع ولكن السؤال هنا بوجود كل هالجهات المسؤولة أساسا عن المقيمين ألن يكون هناك خلل بتوزيع الأدوار وتداخل كذلك بالتخصصات لأن المفروض جميع هذه الجهات تخدم ذات الفئة على اختلاف التخصصات هذه عفوا أفوا أخذ بالجانب أكبر بس دقيقة أنا أعتقد يعني طبعا المشكلة إنه في عدم تنسيق بين الجهات المختلفة حتى بين الدوار الحكومية يعني في في عدم توافق وانسجام مشاكل هذه يعني هذه تعتاج إلى تركيب إنتقلت قبل الفاصل إحنا ما نحتاج لهذه نعم إنتقلت قبل الفاصل إحنا ما نحتاج لهذه هي طبعا يعني أنا أعتقد هو يعني المؤسسات لازم تتركز يعني بدال ما يكون في عندنا مثل ما قال خالد أكثر من جهة رقابية عندنا دوار محاسبة أنا أعتقد يعني يقدر يقوم بالدور المسؤول عنه اللي هو مراقبة أداء مختلف المؤسسات الحكومية وانت ذكرت سيد عامر خلال حديثك بأن الهيئة العامة للقوة العاملة قاعد تقوم في واجبات وقاعد تسعى في هذا الاتجاه هل من جهة نظرك أحدثت الهيئة العامة للقوة العاملة فارقا في عدد وحقوق وتوزيع واستقدام العمالة الواحدة في البلاد أعتقد يعني الهيئة القوة العاملة يعني بالقانون اللي أساسه أنشهد يعطيها الحق لحماية حقوق العمالة وحقوق الأرباب العمل يعني في نفس الوقت نعم فتصور يعني المزيد من الصلاحيات لهذه رح يؤدي إلى يعني ترتيب سوق العمل بشكل أفضل دون الحاجة إلى دون حاجة إلى قيام أي هيئات جديدة يعني ما في داعي طرحت فكرة أيضا وقلت أنها أحد الحلول سيد عامر خلال الحلقة قل طيب إحنا ليش ما نلغي نظام الكفيل طبعا هناك دول ألغت هذا النظام ما المانع أن يتم الغاء في الكويت أو تعديل هذا شوفوا هذه منظمة العمل الدولية من زمان يعني طرحت على دول مجلس تعاون لقاء نظام الكفيل وبعض الدول أخذت خطوات يعني باتجاه هذا يعني سواء السعودية الأمارات البحرين فالكويت يعني أيضا كان مفروض وطرحت يعني أفكار يعني حتى من خلال مجلس الأمة أعساس أنه يلغى نظام الكفيل وأنا أعتقد يعني هذا ممكن يحصل لأن إذا أنيطت هذه المهمة بهيئة القوة العاملة بحيث أنها تكون مسؤولة عن وجود كافة العمالة بما فيها العمالة المنزلية بحيث أن لأن العمالة المنزلية تدخل في إطار التركيبة السكانية عمالة المنزلية عمالة المنزلية سواق أطباب 700 ألف 700 ألف العمالة المنزلية نعم هذا أيضا نتيجة لنمط حيات الذي يجعلنا نحتاج إلى هذا العدد الكبير من العمالة المنزلية تقريبا كل أسرة كويتية يخدم كويتيين أثنين لا يقول لك شوفوا وفقا للقانون لكل أسرة كويتية مكونة من خمسة أفراد الحق في استقدام عاملتين منزلتين أو أكثر بالإضافة إلى سائق وطبخ هذا اللي إحنا قاعد نقوله بالإبيزودي يدفع خمسين نعم وطيب وجهة نظرك سواء في موضوع الهيئات وقضية تنظيمها لعمل العمالة الكويت بخصوص الهيئات والعمل الإداري في الدولة في دراسة صدرت من المجلسة للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء أخذ بها وضعها في برنامج عمل الحكومة إصلاح الهيكل الإداري في الدولة ليه هو نفسه هذا كان القطاع ديوان المحاسبة أصدر دراسة سابقة يطلب فيها دمج بعض الجهات التي تقدم تقريبا نفس الختصاص وقلص عدد الموظفين اللي فيها وقلص عدد القيادين اللي فيها وقلص عدد المهمات الرسمية اللي فيها وكثير من الأمور فما يصير اليوم أنا حط في برنامج عمل الحكومة ويقول أن أنا راح أصلح الإدارة الحكومية ورح أنشئ هيئة يديدة ما يصير الموظفين يدد قيادات يدد اختصاصات جديدة ألغي وأطلع جهة واحدة تشمل هذا الاختصاص كل الموجود في الهجرة ما الهجرة اللي في وزارة الداخلية وفي الإدارة اللي في الداخلية وفي هيئة هيئة القوى العاملة واستحدث جهة تشمل كلها الاختصاصات بجهة واحدة أوكي أضيف بعد إضافة على الموجود لنفس الشي بالنسبة لأنا توني ذكرتها للأخامر عندنا أربع أو ثلاث جهات رقابية مالية ومشاء الله ما تشيل هالبعارين الفسادين أنا قصد كثرة الجهات وكثرة الرقاب وكثرة إدارة مراقبين الماليين أبتاتاً ما راح يكون حل راح يعطل الأمور ويعقدها زيارة تقصد هيئة مراقبين الماليين تقصد مكافحة الفساد تقصد جميع هذه الأمور كلهم يقومون في دورها ولكن ما كان في هذه الحل تجربة كثرة الهيئات ما ما حل هيئات كثرة ونتيجة واحدة بهذه المكان بهذه المكان أحب أشيد في الدور الذي قوم فيه هيئة القوى العاملة ترى نعم مشكلتنا مثل ما تقولون نحن سبق مصطنف نعم نحن مشكلتنا بسبب الهيئة مشكلتنا أن في عمالة هامشية يابهم شخص وحتى يشتغل في معهد وقال ليلا أطلع دروس وخرجوا إيطار الهيئة نعم هذه هم المشكلة طيب أنا لأن بقيل أربع دقائق وعندي سؤالين فأخذ إجابة هالسؤالين باختصار منكم نحن صاروا ثلاث دقائق سيد عامر ما متطلبات تعديل التركيبة السكانية من وجهة نظرك متطلبات مثل ما ذكرنا في سياق الحديث هو أول شيء تنظيم استقدام العمالة الوافدة عن طريق الهيئة قول عاملة نعم إلقاء نظام الكفيل نعم على المدى الطويل نحتاج إعادة النظر في برامج التنمية البشرية تعليم ونظام التعليم نعم نظام التعليم تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص إصلاح أنظمة القطاع الخاص بحيث تستوعب المواطنين وتوفر لهم الوظائف التي الآن موفرة للوافدين بشرط تأهيل هؤلاء المواطنين بالمهن الحرفية والفنية نعم فهذه برامج تحتاج أيضا لا بد أن نوسع من مساهمة القطاع الخاص في العمل الاقتصادي بحيث يعني الكثير من المؤسسات التي الآن مملوكة من الدولة تتحول القطاع الخاص عن طريق نظام التخصيص وعندنا قانون هذا القانون موجود من سنة 2010 قانون 27 الذي يتعلق بالتخصيص تخصيص الكثير من المنشآت الاقتصادية هذا يبيلها حلقة ثانية لأن أيضا المعارض والمعالي هذا أيضا يعني أنت لما توسعين دور القطاع الخاص سيحتاج إلى عمالة وطنية بالإضافة أحد الحلول تذكر طبيعة النمط المعيشي طبيعة الاقتصاد طيب أيضا عندي نقطة أيضا وسؤال أخير دوليا ماذا يمكن أن يضر الكويت في ملف العمالة الوافدة شنو يضر الكويت في موضوع هذا ملف العمالة الوافدة لأن البعض ينظر الجوانب الإنسانية يقولك طريقة تعامل الدولة أو الخطاب اللي قاعد يحصل حاليا يتكلم عنها سيقالة خطاب الكراهية في ملاحظات دولية على طريقة التعامل مع العمالة الوافدة مثلا تعطل صرف أجورهم من قبل بعض الشركات هناك أيضا مثل ما قلت قبل شوية موضوع السكن العشوائي نعم كل يؤثر على سمعة الكويت للملاحظة دولية فهذه الحقوق طبعا قانون العمل في القطاع الخاص مفروض يوفر لهم الحقوق هذه بالكامل يعني هنا لازم يكون فيه مراقبة على تطبيق هذه ومراقبة على أداء أرباب العمل وكيف يتعاملون مع عمل يعني لا يجوز واحد عامل يبونه بعقد أمية دينار وبعدين يصرفون لعشرين دينار شهريا واضح وبعدين حتى في صرف الرواتب يجب أن يتم في الأوان المحدد للصرف نعم سيد خالد متطلبات عديد التركيبة السكانية تتفق مع سيد عامر في النقاط التي طرحها بببب أن هذا الحلول وفي موضوع الملف هذا ملف سواء التركيبة السكانية أو ملف حقوق المقيمين في دولة الكويت وتأثيرها على سمعة الكويت دوليا ما مدى استحصار العمالة لحقوقها أنا لا أدري العقود التي تبرم بين الشركات مع الدولة كيف طريقة الصرف هذا بعد مكفي الشركات دائما بين فترة وفترة نسمع أنه صار لهم ثلاثة شهور وليس مستلمين وشهرين نحن لم نستلمنا من الدولة عمال النظافة والمدارس أبسط ما حصل بالضبط أنا أقصد أنه يجب أن الدولة يدها على هذا الموضوع بخصوص الرواتب إذا أنا كنت سأعطي دفعات فأعطيت دفع مالة الراتب وأخصم من الدفع التي يدخلها من الأرباح والصيانة التي يقوم فيها حتى لا ندخل في متاهة لا شرعا ولا دينا ولا دوليا ولا حتى مؤشرات دولية أنا أخذي واحد يشتغل ستة شهور لا أعطي راتب لا أعطي أنا ما أعطي أنا ما أعطي أنا ما أعطي أن أستصيق لقموة العيش اللي قموة التاكل وليس معطية وإذا أنت تحافظ على سمعة الكويت الخارجية المؤشر الدولي لازم تلتزم بالقوانين سواء الدولية أو عندنا داخلية للشرعية والإسلامية كل شكر لكم ضيوف الأكارم على وجودكم معانا في هذه الحلقة أشكر الأستاذ عامر ذياب التميمي المستشار والخبير الاقتصادي كل شكر لك وكذلك أشكر السيد خالد عبد الله الديحاني مدير إدارة شؤون المجلس الأعلى واللي جام بالأمان العام للمجلس الأعلى بالتخطيط والتنمية كل شكر لك شكرا لكم مشاهدين الكرام ألتقيكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من درنامج هاشتاك في أمان الله